زينا أهل بقى أطفالنا على استقبال شهر رمضان ونعلمهم إزاي يصوموا ويستقبلوا الصيام دي أسئلة ممكن تكون موجودة جوة الأسر المصرية تحديدا إلا عندهم أطفال أول مرة ممكن يكونوا بيصوم زميلتنا لمياء حمدين عملت فقرة مهمة جدا عن فكرة تأهيل الأطفال نفسيا على الصيام هل في طرق معينة المفروض أن الأمهات والأبهات يمشوا عليها علشان ولدنا يستقبلوا الصيام براحة نفسية ولا لا الطرق دي المفروض نطبقها من سن كامل السئلة دي كلها سألتها ل 100 حمدين وجودتنا بهذا التقرير صباح الخير في شهر الخير وكل سنة وكلنا طيبين وطبعا مش هيفوتني أخذ صحابي وحبادي وأخرج معاهم بس خروجات وحكاوي وأعدات رمضان مختلفة عن أي وقت تاين تابعونا هتشوفوا حكايات وقصص وعبر وكلنا هنستفيد بالآخر خليكم معا النهاردة معايا أصحابي هنبتدي معاهم شهر رمضان وهيقولولنا إحنا بنعمل إيه في رمضان وبنستعد بإزاي لرمضان؟ عاوزة أبدأ بل أستاذ يونس زيك يا يونس اسمك داي يعني عارف؟ هم يعني إيه؟ يعني إيه؟ بتعلم طب قولي أنت بقى لما شهر رمضان بيجي بتعمل إيه؟ بنسوم بنسوم بنسوم؟ أنت بتسوم؟ بتسوم قد إيه؟ بتكوني اليوم؟ لا طب بتعمل إيه؟ بصلي أم 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 شو بأنا؟ أم عاملة إيه؟ الحمد لله كل سنة وإنتي طيبة؟ إنتي طيبة وديني بقى بتستعدي لشهر رمضان أزقي؟ أم بنسوم زينا والفوانيس ونعلقها ومتشتني إزدال وكده يعني بقى لها بوجي وطمتم وفوانيس فوانيس 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 فوانيس؟ أم بتعلاقي زينا قبل رمضان بكم يوم؟ مثلاً خمسة أيام أربعة أيام كده والفوانيس؟ الفوانيس بعلقها مع الزينا يعني تبجيب فانوس كبير بعلقه وبالفوانيس ده بتاع البيت بقى كل وفيه فانوس بقى صغير بتاعك كل واحد بقى ليه فانوس فانوسك إيه؟ أم ده بشامعة ولا بالمزيكة؟ بشامعة بشامعة انتي بتحبي اللي بشامعة أكتر ولا بالمزيكة بقى والأغاني؟ بشامعة ليه؟ بحثوا كده جميل كده وهدي كده شكل وشيك ولنا بقى انت بتستعد ازاي لشهر رمضان؟ شهر رمضان؟ ام اشتري الزينا بتنزل بقى مع ماما ولا مع أخواتك ولا لوحدك؟ لا مع ماما اشتري الزينا وكده وبعد ايه؟ نعلقها ومفيش فانوس؟ في فانوس؟ نعم بجيه؟ طب ما انت مغلطيش انت بتشتري فانوس؟ بتشتري فانوس؟ بتشتري بقى اللي هو بشامعة ولا اللي بيغني؟ ده اللي بشامعة ليه؟ بحبه أكتر أكتر؟ ببقى أحلى مم وإيه أكتر أغاني بقى بتحب تسمعيها في رمضان؟ أمساء غنيت رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل رمضان في مصر غير الدنيا تعمو بتعمو دايماً يقولك رمضان ده شهر الخير نعمل فيه الخير والناس تبقى رعيبة من بعضها ويبقى فيه ود كده بتوزع فوانيز بتوزع فوانيز؟ أم على مين بقى؟ أنا على صاحبك وكلناس يدرعب معنا مثلاً أمم ودي كل واحد فنوسك وبتجيب بقى البومج والصواريك الحاجات اللي بتخوف دي؟ أمم بجاب انتعرف ان حاجات دي خاطر على فكرة؟ نعم وانعرفها بس اللي هو مش دايماً مش دايماً ده بتزعق لي يا هاسي؟ مش بزعق لي بتساعد ماما بقى في الفطور؟ أمم بتعمل معها إيه؟ باكل باكل بس؟ مش بتساعد معها إيه حاجة تشيل حتى الطبق أبا شيل وايه كمان؟ بابت الموافور والطعمية هتفطر طعمية أخول ممكن نتسحرهم أوكي بس هنفطر إيه؟ بتفطر إيه؟ لا بتفطر في رمضان مش بتفطر الصبح قبل الحضانة والمدرسة والكلام ده لا بفطر كده بفطر موسيقى إحنا كده عرفنا يونس بيعمل إيه؟ حصوصه بتعمل إيه؟ وأستاذ ياسين العائلة الكبارة بتاعنا ده بيعمل إيه في شهر رمضان؟ واستعداداتنا لشهر رمضان؟ استنونا في فقرات جاية كتير هنتكلم فيها خلال شهر رمضان عن قصص وحكايات ودروس مستفادة وصفات حميدة لازم نتحلى بيها طول الشهر الفطير كل سنة وانتوا طيبين أما تعمل باي باي هاي جري موسيقى